نتابع معك هذه الصور ولكن دعنا نذهب للناحية الأخرى أيضا نستطلع الأمور من الناحية الأخرى على الحدود حيث زميلتي ناهد يوسف تنضم إلينا من رميس جنوب لبنان ناهد ما هي أيضا التطورات عندك؟ ضحى لا تزال بلدة عيت الشعب لليوم العشر على التوالي تواجه فيها مواجهات بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية التي تحاول الدخول لهذه البلدة نشاهد بقايا سحب الدخان نتيجة هذا القصف المدفعي الذي طال هذه البلدة والذي كان سبقه سلسلة من الغارات العنيفة التي شنتها الطائرات الحربية على هذه البلدة في مشهد متواصل لهذه الاستهدافات الإسرائيلية والمحاولات المتكررة للدخول إلى هذه البلدة كان هناك أيضا أصوات للأسلحة الرشاشة تسمع بوضوح قبل قليل ما يدل على استمرار هذه الاشتباكات قبل حوالي الساعة والنصف ضحى رصدت أربعة دبابات إسرائيلية على أطراف بلدة أربيش كانت متجهة إلى عيت الشعب ولكن يبدو بأنها ربما لم تصل إلى تلك البلدة أو وجهت إلى بلدة أخرى كبلدة حنين أيضا القريبة منها كانت هذه الدبابات وصلت عبر طريق وعرة من أحدى التلال عبر الجدار الفاصل وبعدها عبر هذه التلال إلى أن وصلت على أطراف بلدة أربيش وبعدها أكملت سيرها هذه المرة الثانية التي ترصد فيها هذه الدبابات قبل أيام أيضا كانت هناك دبابتين في تلك المنطقة ولكن دبابات تحرك عن بعض قد تكون للاستطلاع أو لمعرفة إن كان سيتم استهدافها في تلك المنطقة ربما لكشف أي نقاط وجود لحزب الله القريبة من عيت الشعب ولكن غادرت يومها وقد تكون اليوم أيضا غادرت أو عادت أدراجها لأننا لم نعد نرصد أي تحركات لهذه الأليات لا في هذه البلدة ولا في بلدة أخرى لذلك قد تكون إما توجهت إلى منطقة أخرى أو نقطة أخرى أو أنها عادت أدراجها لذا المحاولات مستمرة لليوم العاشر على التوالي بمقابل أيضا سلسلة من الاستهدافات والعمليات التي يقوم بها حزب الله حتى هذه اللحظة هو قال بأنه استهدف تجمعا في خلة وردي خلة وردي تقع عند أطراف عيت الشعب قال بأنه استهدف تجمعا لجرود إسرائيليين في تلك النقطة برشقة صاروخية بالإضافة إلى استهدافه مربض مدفعية في بيت هلل في الجولان وكريات شمونة وقاعدة بيت هلل كما قال بأنه استهدف تحركا إسرائيليا في بلدة مارون الراس بالإضافة إلى تجمعا في بلدة مركبة يوم أمس تم استهدافها أكثر من مرة لتجمعات لجنود إسرائيليين أولا في محيط البلدة بعدها في داخل المدرسة في تلك البلدة وثالث مرة في بلدية مركبة واليوم أيضا تواصل هذه القوات الإسرائيلية من تواجدها في داخل بلدة مركبة وبالتالي يواصل حزب الله من استهدافه لهذه التجمعات الإسرائيلية أما الأبرز بعمليات حزب الله والتي كان أعلن عنها بعد منتصف الليل هو إسقاطه لمسيرة إسرائيلية من نوع هرمز عبر وحدات الدفاع الجوي في حزب الله لكن حتى هذه اللحظة لم يتحدث أو يصدر أي بيان يتحدث عن الصاروخ البلستي الذي أطلق منذ بعض الوقت باتجاه إسرائيل ولكن أكيد أن هذه المواجهات في بلدة عيت الشعب لا تزال مستمرة وفيها طبعا المشهد الأبرز لكل هذه المواجهات أو عمليات أو محاولات التسلل الإسرائيلية إلى البلدات اللبنانية محاولات التسلل الإسرائيلية إلى البلدات اللبنانية